مهدى ميثاق العمل الوطني الطريق لتحقيق إنجازات رائدة في مختلف المجالات وسير قدما في مرحلة جديدة من البناء والتحديث والارتقاء بمسيرة المملكة الأمر الذي جعل من البحرين أنموذجا رائدا ومتميزا مسيرة تنموية شاملة سارت بخطة واثقة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى أيجه الله ففي هذا اليوم نستذكر الذكرى التاسعة عشر لميثاق العمل الوطني في الوقت الذي عز الميثاق الوطني جميع المكتسبات الوطنية في المجالات كافة فمنذ صدور ميثاق العمل الوطني عام 2001 أصبحت مملكة البحرين مثالا يحتذا به على الصعيد الإقليمي والدولي فقد جسدت رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله أمن مستقبل الوطن وعزم جلالته على ضمان احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرص لكل المواطنين للمساهمة في صياقة مستقبل الوطن وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية فهذه الوثيقة الوطنية التاريخية المتكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات والتي حظيت بموافقة شعبية بلغت 98.4% ترجمة للمشروع الإصلاحي الذي تم إطلاقه من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ويرتكز هذا المشروع الوطني الطموح على الديمقراطية واحترام حريات الشعب وحقوقه والسيادة القانون وتطبيقه على أساس المسوى حيث وفر الميثاق الأساس القوي لبناء الدولة الحديثة وضمن الاستقرار والتنمية والتطور لهذا البناء الوطني كما يدل على بصيرة جلالته وإدراكه للملامح التطويرية والإصلاحية والتي تضمنها الميثاق وكفلها الدستور معززا بذلك قواعد الدولة العصرية فقد شكل الميثاق نقلة نوعية في تاريخ البحرين يشهد لها القاص والداني بالإنجازات التي تحققت معها كما منح الحقوق السياسية للمرأة البحرينية والتي شكلت اللبنة الأساسية لبناء المملكة كما دعم ميثاق العمل الوطني مسيرة التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية وتنفيذ الرؤية الملكية السامية ومعكبة أهداف الرؤية الاستراتيجية 2030 ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وتطوير كافة مواسسات الدولة وخدمتها لتحقيق تطلعات الوطني والمواطنين طلعنا في مركز الأخبار تيفيزيون البحرين